طيب أهلاً وسهلاً بكم لو أنتم اللي سمع معنا الحالة الأولى والتانية ومكملين في الحلقة الثالثة في الرحلة الغربوية في الأراضي الهندية وقلنا نحن بنتكلم في خمس محاور لهذه الرحلة اللي قمت بيها في الشهر الماضي في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 وقلنا أن فيها خمس محاور الفلسفة والدين، النهضة والسياسة، الحداثة والتاريخ، وإقدار التنوع والاختلاف والجزء الخاص بالرؤية الشخصية لهذه التجربة الهندية فأنا بشكركم على متابعتكم وأتمنى إن شاء الله يكونوا فيه إفادة وأتمنى لو فيه تعليق أو يعني شيء يثري النقاش أنا برحب به طبعاً اليوم بتكلم أيضاً بنكمل الحلقة الثانية في الجزء الأول عن فكرة الفلسفة والدين إحنا كمصريين يعني فخورين وعندنا عبارة مشهورة جداً الشعب المتدين بطبعه وإحنا أول ناس أوجدنا الإله وكلمة الشيخ محمد الغزالي عندما كانت البشرية تبحث عن الطعام كنا نفتش في السماء عن الإله والافتخار ب7000 سنة قبل الحضارة في فكرة التمسك بالدين طبعاً أنا كمصري رايح وبهذه الفكرة وفخور أو إن إحنا يعني الناس تعرب بنا وعنا شهادة بكده يعني لكن بتقابل بتشوف مجتمع غريب مجتمع الهندي يعني أنا أول ملمح تاني هو أول يوم نزلت في الفندق الفجرة تحركت حابيت أشوف يعني قارب مسجد ولا شيء فقابلني منظر غريب جداً يعني أنا في مصر عارف طبعاً بيعين البليلة وبيعين الفول يعدي الصبح ينادي عن ناس أو يعني الناس تنزل تشتري وتخرج فالمشهد الغريب اللي شفته لا يعني مش عارس أقول بيعين الآلهة الآلهة المتجولة واحد ماشي بعربة عربية كره كده عربية تطفع باليد فجأة الناس بتتلمع عليه مش فاهمه وبيبيع إيه الناس بتيجي بغاية الخشوع وتتفع له فلوس وبتمشي حاول تقرب أكتر وبحذر مش فاهم يعني اللغة الهندية وما طبعاً اللغة الهندية الأساسية لكن ما عنده مش مشكلة في اللغة الإنجليزية كشعب فعلاً اللغة الإنجليزية عنده ما عندهش فيها غالباً يعني اللي يروح هناك فيش فيها مشكلة في التواصل سواء في الفنادق والمطارات وغيره طيب صاحبنا ماشي بالعربية والناس بتنزل البنات والنساء والرجال الصبح بدري ساعة خمسة خمسة ونص ستة بتنزل الناس في غاية الخشوع وتتدلوا فلوس وتطلع فحاولت أقرب فوجدت كده يعني صنم يعني إله صنم كبير في السيارة محطوط لونه كده أسود بعد فتعرفت اللي دي عندهم الإلهة كيالي اللي هي كان يعني بتقوم للشر ودفع الشر والشياطين والناس بتنزل تبرع بالفلوس وتصلي بشكل معين كده ويحط طبعاً العلمة الحمرة دي في رسهم فحتى قلت الآلهة تطارد الناس في الآلهة تطارد البشر في الشوارع بعدها طبعاً ظل يعني يلف في المنطقة كلها كلما أتحرك من شمال فرجع في الآخر أشوفه أيضاً هتجدوا في الشوارع معابد تحت الشجرة المعابد المفتوحة في الصبح غالباً الهندي لابد أن يقوم بتقصديني سواء في أقرب معبد هو موجود حوالين الأجراص شغالة بالليل المعابد مفتوحة عندك معبد السيخ مثلاً الضخمة جداً في قلب نيوديله بجوار محطة القطار 24 ساعة مفتوح لا تنتهي فيه الصنوات السيخية وبه مطعم لإطعام الفقراء أيضاً مفتوح في معبد الضخمة جداً الهندوس سابت إليه في أكش اسمه أكش راديم تقريباً ضخمة جداً عشان أدخله ثلاث ساعات وقف الطبور عشان أبدأ أشوف المنظر على ألاف الهكثارات من الأرض إقبال غير متناهي تركب السيارة معلقين الآليات خشوا الفندق مدخل الفندق لا يخلوا من إله أو اتنين في نظرهم سواء راما أو فشنو أو كيالي أو طبعاً عندهم أشهر إله بيحبوها إله كريشنة بدل مصولها للحب إلى آخره فطبعاً غالباً يعني وهذا المشهد بيعمل بأمبي العالم والفلاح والمدرس وفي الحقول وفي الغطان أيضاً تحركت من نيودله الأجرة قرابة مئتين كيلو على مدر مصر في الحقول بتشوف مئات المعابد والمآزن إلى آخره من أشكال الدينية ففكرة إن شعب المصر متدين بطبعه بشعب الديني يعني ركب داخل في الدين والدين هو الشعب الديني والشعب الديني هو الدين ففعلاً الواحد بكتشف إن فكرة الدين مركوزة في كل الشعوب الشعب الهندي بكل طبقاته بيقدر رموزه مستحضرة في كل وقت مستحضرة في كل حين بيدور حواليها بيذكرها في الكلام الرئاسة منساجمة مع الموروس الديني الأحزاب نفسها مراعية من الموروس الديني فأعتقد الملمح التاني في باب الفلسفة والدين اللي شفته في الهند هو حجم التصالح الضغم جداً مع ما يعتقدون من دينهم وأيضاً مع قدرتهم على العمل والتأثير في العالم ورغم عدم تخليهم عن هذه المعتقدات يعني عمل مقربة هل بقى نتكلم في الحلقة الجاية عن السياسة والنهضة هل العمل المقربة بين الأفكار دي والحداثة والتقدم والسياسة هم النخبة ولا الشعب أيضاً عمل فيها مقربة وليه التدين الديني مش عاقبة في اتجاه التقدم عكس تدين مثلاً متطر في بعض المناطق عمل لنا مشكلة في عبرنا في اتجاه المستقبل فالمالمحة تاني اليوم اللي أختم بي يعني وأشكركم على المتابعة أني فكرة الشعب المصري متدين بطبعه وهو اللي اكتشف فكرة الإله بالنسبة لي طلعت الفكرة يعني شوية احنا كنا عندنا شفونية شوية وفانتازية لا في شعوب تاني عمل حاج بتصلي وبتعبط طبعاً أنا الآن مش بتكلم من الأصوب ومن الأفضل بس بقولك يعني طبيعة سيكولوجية وثقافية للشعب الهندي متصالح جداً مع معتقداته من 3000 سنة متواصل مع عبده مفتوحة بيقدز الأبقار بيحترم الوجود بيحترم الأفيال في كل مكان فيه رمز ديني لكن في النهاية الدولة متجد المستقبل إزاي حق عمله كده إزاي حصل كده نتكمل مع بعض إن شاء الله في الحلقة الثالثة والربعة في رحلة الغربوية في الأراضي الهندية أنا شاكر جداً متابعتكم مؤسف على الإطارة السلام عليكم